ما بتدي أخبارنا كده متعرف على أخبار الفرق النهاردة والحقيقة يمكن زي ما قلت لحضراتكم طبعاً الأهلي النهاردة ختتم خلاص استعداداته المطش اللي هتتلعب بكرة الساعة 8 في الجولة الـ 32 في الدور الأهلي طبعاً بياخد المباراة عشان يوصل سلسلة انتصاراته أنا بيتهيق لي يمكن كان بالنسبة أنه احنا كنا نتكلم على الموضوع ده من الفترة أنه الأهلي قدامه مجموعة من الأرقام القياسية اللي بيسعل تحقيقها أعلى معدل تهديف أعلى عدد من النقاط بس أنا بيتهيق الحاجات دي بقيت بره الحسابات يعني فوزنا الحقيقة على مطش المقاولين في مباراة كويسة الأهلي عايز يواصل انتصاراته منها حفاظ على الروح المعنوية العالية ومنها كمان يستغل اللقاءات القوية احنا عندنا MP وبعدين Pyramids مطشات جامدة مطشات ملعارة تقيل تجربة محترمة لمواجهة الوداد إن شاء الله في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا واللي هتتلعب إن شاء الله خلاص نحن نتكلم عشر تيام ونروح ليوم المطش إن شاء الله في المغرب ونتمنى طبعا كل التوفيق للنادي الأهلي زي ما قلنا يا أحمد المسماني يعني المدير الفني بيبحث بقى مع جهازه المعاون حلول أزمة الدفاع طبعا اللي بتواجه الفريق واللي كنا لسه بنتكلم عليها اللي مفروض هتكون في مباراة أم بي بكرة طبعا بسبب الغيابات الكتيرة وده طبعا لإنه زي ما قلنا لحضراتكم الفريق هيفقد ياسر إبراهيم وده بسوى الإيقاف رمير ربيع ومحمود متولي للإصابة وبرده زي ما قلنا إن أيمن أشرف تعرض لإصابة في أنكل القدم من المحتمل النهاية تمنعه إن هو يشارك في مطش بكرة مسماني مبارح قرر إن هو يساعد أكتر من ناشئ بعضهم بيلعب في خط الدفاع زي ما قلنا محمد المغربي يمكن أحمد كان بيقول محمد المغربي لعب كويس ومتنبئ له بمستقبل كبير وعادل أحمد وده تمهيدا طبعا لضم واحد منهم لقيمة الفريق في مباراة أم بي بكرة لو تطلب الأمر مسماني بيفكر في حلول كثير قوي بسبب أزمة طبعا الدفاع منها إن هو يستعين بحمد فتحي في الدفاع جنب أيمن أشرف لو أيمن أشرف كان جاهز لمباراة بكرة وطبعا حلول تانية ممكن تتمثل في الاستعانة بمحمد هاني أو أحمد فتحي في الخط الدفاعي طيب خلينا أقول لحضراتكم الفرقة بتتمرن دلوقتي يعني الوقتي إحنا تلعين على الهوى في تمرين الفريق النادي الأهلي وخلال دقايق إن شاء الله وأثناء الحلقة هنقول لحضراتكم قايمة الفريق لمطش إمبي إن شاء الله بإذن الله